المستشار وليد شرابي طيب يعني ابتداء احنا بنقول من فترة طويلة وقبل صدور هذا الدليل ان الرئيس محمد مرسي في موقف قانوني سليم الرئيس محمد مرسي لم تتبع معه الاجراءات القانونية فيما يخص اسناد اي اتهام لدي لكن للأسف الشديد واضح جدا من التسريبات ان الموقف اختلف واضح ان فيه اجهزة عميقة داخل الدولة المصرية سواء في الجيش سواء في الشرطة سواء في القضاء كلها بتتآمر من اجل الصاق دليل معين ضد الرئيس محمد مرسي وده كان واضح جدا في الاتصالات العديدة اللي احنا سمعناها فبالتالي بلا شك ان المفروض لو احنا امام محكمة لديها قدر من الحياد وقدر من الموضوعية والعدالة ان هي ترى على الاقل ان هي تتشكك في صحة اسناد هذا الاتهام للرئيس محمد مرسي وكنت اعتقد ان احنا فعلا لو امام عدالة حقيقية كان يفترض ان يتم اخلاء سبيل الدكتور محمد مرسي اليوم لكن انا بقولها وانا بقوله هذا الكلام على مسؤوليتي الخاصة قرار اخلاء سبيل الدكتور محمد مرسي ليس بيد القضاء المصري وليس بيد العسكر في مصر بيد من يحكمون العسكر من خارج مصر قوة خارجية اجنبية هي اللي بتتحكم في القرار العسكري في مصر واضح جدا تواطئهم واضح جدا الارتماء في احضانهم واضح جدا التنازلات اللي هي ظهرت في قضية فلسطين لصالح العدو السهوني واضح جدا لكن وابقولها ايضا على مسؤوليتي الخاصة مما صدر من مسؤولين اتحدث عنه لن يصدر حكم بالاعدام ايضا على الرئيس محمد مرسي وبقول هذا الكلام على مسؤوليتي الخاصة ما الذي يؤكد لك انه لن يصدر عليه حكم بالاعدام طيب انا هطالب من السادة المشاهدين ان هم يرجعوا ببعض التسجيلات اللي هي حدثت ما بين الاعلامي عمر أديب وما بين جون مكين في الولايات المتحدة فبعد حدوث الانقلاب بقى اشهر قليلة جدا جون مكين قطع بانه لن يصدر حكم بالاعدامة ضد مبارك ونظام مبارك لانه يعلم تماما ان القرار الخاص بالمؤسسة القضائية في مصر ليس في يد القضاء اصلا وليس في يد العسكر هو يعلم ما ارادته الادارة الامريكية ممن يعملون تحت امراتها في مصر فبالفعل صدق جون مكين في مقاله لعمر أديب ولم يصدر حكم بالاعدامة ضد مبارك في نفس التسجيل ايضا قال جون مكين لعمر أديب لن يصدر حكم بالاعدام ضد الرئيس محمد برسي اقول لحضرتك هناك قراءة اخرى انا اعلمها جيدا لكن في النهاية هؤلاء ليسوا الا ادوات في يد الغرب بيتحكم فيهم وبيتحكم في كل القرارات لا توجد سلطة القضائية في مصر مستقلة ولا يوجد قرار عسكري في مصر مستقلة انا مش حرد على حضرتك بالردود المعتادة اللي هو ازاي نطعن في نظاهة القضاء وان ده بيطعن الكلام ده بيهدر استقلالية القضاء المصري لكن بالواقع احنا ما نراه الان هو الاتجاه الذي تسير فيه مجريات القضية اختيار حتى رئيس الدائرة التي يحاكم بها مرسي كلها تؤكد على ان هناك اتجاها نحو اخذ حكم شديد اللهجة ضد مرسي يعني لا يوجد ما يبرر غير ذلك حتى على ارض الواقع ما الذي يجعلك مطمئن الى انه لن يأخذ اعداما في النهاية مجرد يعني الحديث عن قوة خارجية انا بقول حضرتك هذا القضاء ليس قضاء مستقل هؤلاء القضاء تم اختيرهم بعناية لتنفيذ التعليمات ما سيتم في محاكمة الدكتور محمد مرسي وما تم في محاكمة مبارك تحدث عنه مسؤولين اجانب في عدة لقاءات تلفزيونية وحكوا بالتفصيل ما سيحدث في هذه المحاكمات ووضحه بشكل قاطع ان القضاء في مصر لم يخرج عن النص الذي حدده له الغرب فيما يخص مستقبل الحكم وحاكمات مع مبارك فصدر الحكم بالبراءة كما قال المسؤولين الامريكيين فانا بقول حضرتك في النهاية هؤلاء هي ادوات تابعة ليس اكثر للغرب وفي النهاية لا يوجد سلطة قضائية في مصر مستقلة حتى القرار العسكري في مصر غير مستقل طيب فيه هناك الآن فريق قانوني دولي في لندن لمتابعة او للدفاع عن الرئيس مرسي وطلب بتدخل العم المتحدة في اجراء تحقيق حول هذه التسريبات ويبدو ان هناك اتجاها جديا في السير في هذا الامر السؤال لماذا لم يتم طرح هذا الدليل في جلسة اليوم من خلال هيئة الدفاع وكيف يمكن بالفعل ان تسفر هذه الاجراءات عن قيام تحقيق دولي يتأكد حتى من صحة هذا المقطع وبالتالي تغيير مجرية الاحداث في القضايا طيب انا حول حركة فريق الدفاع عن الخاصة بتاعة الدكتور محمد مرسي بعد اعتقال الدكتور مرسي بفترة وجيزة تقدم بشكوى الى الامم المتحدة خاصة بان احتجاز الرئيس مرسي وسبعة من المستشاري احتجاز تعالسوفي وصدر قرار من الامم المتحدة في نهاية عام 2013 لا اذكر التاريخ على وجه التحديد قرار اممي صدر من الامم المتحدة يقول ان احتجاز الرئيس محمد مرسي وسبعة من المستشاري هو احتجاز تعالسوفي دون وجه حق تم لتحقيق مصلحة سياسية وطلبت الامم المتحدة في هذا التقرير او في هذا القرار السلطات المصرية باخلاء سبيل الدكتور محمد مرسي ومستشاريه فورا وتعودهم جميعا التعويد المدني المناسب اذا موقف الامم المتحدة اصبح واضح لكن النقطة اللي هي بس من وضحها للناس ايه هو المفروض يترتب عليه بعد ما يحصل ده لا الامم المتحدة المفروض ان هي تحيل هذا الملف باكمله الى مجلس الامنة عن طريق اجراءات يتم اتباحها لمنخشة الموقف المصري من خلال هذه الانتهاكات التي تحدث سواء في المحاكمات ولم يعمل حتى الان اه هي هنا مربط الفرص كيفي تحقيق المكسب الحقوقي الى مكسب سياسي هذا ما لم يتم تحقيقه حتى الان لكن الاتجاه الحقوقي انا بقول حركة بيمشي بشكل جاي جدا واتصور ان يصدر قرار اخر من الام المتحدة نتيجة هذه التحركات في المستقبل القريب لكن هذا القرار سيترتب عليه مصطحة سياسية او لا ده امر يحتمل ويحتمل على حسب مجراءات الامور داخل مصر شكرا جزيلا مستشار وليد شرابي المتحدث باسم حركة قضاء من عجل مصر